حاجتين مهمين في النادي الاهلي اول حاجة بنسبة تتخطى 95% محمد رضا بوبو هيكون لاعبا في النادي الاهلي بنسبة تتخطى 95% انا محبش اقول 100% لما الاهلي هو اللي يعني الرسم 95% محمد رضا بوبو في النادي الاهلي الاتفاق المالي ايه؟ الاهلي هيدفع لفيوتشر 20 مليون جنيه وهيدي فيوتشر اتنين لعبين اعارة منهم محمد فخري التاني هو حمزة علاء بطلب من فيوتشر بس الاهلي لسه ما وفقش على حمزة علاء بس وافق على محمد فخري التاني لم يحسن بعد في اتنين لعبين هيروحوا اعارة من النادي الاهلي في صفقة محمد رضا بوبو الى فيوتشر وفيوتشر هياخد 20 مليون جنيه من النادي الاهلي في صفقة محمد رضا بوبو الأمور شب خلصان ده محمد رضا بوبو